تحية طيبة مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم تلفزيون البسمة انتخابات 2024 والحكي بناتنا مشاهدين نحن نحاول قدر المستطاع ترجمة الحديث السياسي الذي يدور في الشارع العسفاوي إلى أسئلة تطرح على المرشح الضيف ومن هذا المنطلق أصبح وحقيقة بأن ضيف تلفزيون البسمة وبرنامج الحكي بناتنا هو ضيف يجرؤ على ما يجرؤ عليه غيره فمن هذا المنطلق ندعو جميع المرشحين دون استثناء قوائم عضوية ورئاسة للاشتراك في الحكي بناتنا وطبعا زي ما قلنا لمن يجرؤ فقط فنتمنى لكم متابعة شيقة وممتعة مع برامجنا وأسئلتنا اللي هي بتمثل وبتكون بمثابة مرأة للشارع العسفاوي ضيف حقيقتنا اليوم هو ضيف مميز وغالي علينا كثير الأخ أبو المجد مونيب سابة مساء الخير أبو المجد مساء الخير أخي سليم إلى كل كل المشاهدين أبو المجد وكأنه رح نكمل فترة كانت من قبل وانقطعت في النص الجول الانتخابي والعمل السياسي توقف مش بس عند أبو المجد إنما عند جميع المرشحين بما في ذلك قوائم عضوية ولكن مونيب سابة على مدار ثلاث أشهر أو أكثر شوي ممكن نقول مش موجود على الساحة السياسية بتات الحقيقة أخي سليم أنه أنا أول من صرح على إيقاف الحمل الانتخابي لما بلش التحارب منك بتعرف هالإشي والكل وافق معي وللأسف أنا الوحيد اللي التزميت بداية بحب أهني جميع الجنود على رجوح خير وسلامي لأهلهن ولبلاتهن وبتمنى أنه الكل اللي بعد الخدمة يرجعوا بخير وسلامي وتنتهي الحرب عن قريب لا شك أخي سليم أنه من سبع عشر لليوم هاي أصعب وأقصى فترة على كل مواطن في هاي الدولة حقيقة فترة تحديات صعبة كانت وما زالت مستمري قسم من أولادنا من ضمن الجنود المحاربين والقلق والخوف على سلامة شبابنا ما زال موجودة اليوم ونت بتعرف هالإشي هذا من جهة من جهة ثاني هذا نداء الواجب لحماية أرضنا وبلادنا زيد على هيك أنه هاي الفترة بحاجة لقيادات جديدة من شان نجيب البلد لبر الأمان من هون بحب أشكر جميع المتطوعين من أبناء البلد على عطائهم في هاي الفترة للأمن والأمان في عسفيا وأخص بالذكر وبدون أسماء جميع أفراد ياخد نوفيل وتسيفة الخلوط اللي كل الشباب هناك متطوعين والشكر أيضا كل من ساهم في الكتاب كونينوت اللي سيرت عراحة المواطنين وأمانهم وعلى راسهم مثل ما تبتعرف الأخ أبو اسماعيل جهة قبلان والأخ أبو أمانيل شادي خليل اللي عن جد أثبت وغيري ومحبي لعسفيا وأمانها وهاي نقطة مهمة يجب علينا الاستمرار معها كفكرة بعد الحرب لأنه الكتاب كونينوت بعد الحرب بدأت ترجع لبيكود عظيف وإحنا مجبورين نكمل ونعمل شرطة جماهرية وشرطة بلدية اللي يكمل في الحفاظ على الأمان وأمن البلد خاصة في ساعات الليل تقصد عيروني وكهلتي بالضبط شطور عيروني وشطور كهلتي نعم أخ مونيب منشوف أنه من أول ما بديت الانتخابات كل تصريح لمونيب سابا فيه بعده تهجم على مونيب سابا ودايما كان الرد منك هو عدم الإيجابي هل بعد هذا اللقاء والتهجمات اللي راح تكون عليك راح تضلك في نفس النهج أنك أنت ما تردش على تهجمات شوف يا سليم إحنا هون بجي نتقد بعضنا أما أنا كمان قلتها في السابق ورح أعيدها خلي الكل يسمع بعض مرة أنا ابن عسفيا وأنا ابن المنزول وابن حرات عسفيا أنا ابن الفلاح اللي كده تعب والحمد الله توفق وحصل وربه وتربينا على احترام الغير لأنه كلنا أبناء بلد واحد ولكن مهم أني أقول لك البوصلي لتصرفاتي وتصريحاتي هي محبتي لأغيرتي على البلدي وأنا كمرشح اليوم بقدرش أنتقد وهاجم مرشحين اللي مكنوش في موقعي المسئولية لهيك أنا بحمل للرئيس المؤقت كل مسئولية على الوضع الصعب والمزرئ اللي عسفيا موجودي فيه أما بالنسبة أنه الكل بيحاول ينتقدني ويهجبني هذا لأنه الكل بيعرف حسب كل استطلاعات الرأي وحسب الوضع في الميدان وانت بتعرف هاي الشيء وشوفه شارعي عسفاوي نعم أنا المرشح صاحب الإمكانية الأكبر ونسبة الفوز الأعلى بالالتخابات وبوعدك مش رح أرد على التهجمات ورح أبقى على هذا النهج ومد اليوم رح نحكي عن الأوضاع وعن شو أنا والطاقم المعني والكوادر الموجودة في البلد منقدر نقدم لمصلحة عسفيا أبو المجد أبو المجد بهمش عم تحكي عن استفتاءات وعم تحكي عن سكريم اللي عملت قبل فترة الحرب طبعا ولكن في عسفيا البعض يقول بأنه السيد بهيج منصور عرف في استغل هاي الفترة واستفاد من تأجيل الانتخابات على حساب مونيبسابة في غيابك أنا بقول بالعكس تمام أخي سليم اليوم بنشوف والكل شايف أنه فيه تعاطف الدولة عم تتعاطف مع الطايف الدرزي بشكل عام ومنشوف مثلا حكا حشمال وبنشوف أكباءات الكنسوت وإشيرونا تخليلات بيفورتوت زي ما صار في ذلك قبل فترة وهذا بفضل تضحيات شبابنا أمثالي وأمثال غيري وكمان إيشي يعني فكرك أخ سليم إذا الرئيس المؤقت عامل فيها كبلان زفتي وزفت أكم شارع يعني الوضع بده يطير أولا أنا مبسوط أنه زفت لقسم من الناس لأنه الناس بتستاهل بس للأسف الزفتي مش رح تستقيم وهالعسف يواعين أنه عم يستغل الفرصة عشان التصويت بعدي شي كبلان زفتي بعملش جميلة أنه زفت هو مجبوري زفت لأنه الناس عم بتدفع ضرائب والناس لازم كمان تشرك في الدفع مش لازم تدفع يعني الاشتراك في الزفتي وبتعرف هاي أكبر إثبات على الإدارة الفاشلة حتى تعبيدي الشوارع يقام بشكل عشوائي وغير مدروس لا تشتيت تحت الزفتي ولا تخطيط لعمدان الإنارة ولا الشغل لنعمل مبني على دراسات وأولويات يعني منشوف شارع لبيت مزفت وشارع لصف بستان بدل تصليح وبتصلحش وعد عن هيك من شاء نرضي مقربين منسبب لمشاكل وخلافات وطوش ورفع ايدين بين جيران لو هي بده نوصل يعني كله مبني على أهداف ومكاسب سياسية رخيصة لو المجلس اشتغل بشكل منظم من أول يوم من قبل 50 ما كناش منشوف رئيس المجلس المؤقت كبلان زفتي وبالنسبة للسكريم اللي انت حكيتها عنا نتون مفهق وبرور وحسب كل السكريم اللي نعملت كل مرة نفسي نتيجي ترجع على حالها كل الوقت مونيب سابا رئيس مجلس أسفية القادم أخي مونيب عم تستعمل كثير كلمة أو مصطلح الرئيس المؤقت وعم نشوف انه الكلمة عم بتدايق رئيس المجلس شوف خيال سليم الكل بيعرف انه لو انتخابات ضلت في تاريخها اللي كان مقرر ثلاثين عشرة كان بيجي اليوم قاعد في البيت عم يعالج ملفاته الخضائية مع ابو رفسقي وهاي فش عليها جدال رئيس المجلس هو رئيس مجلس كل البلد مش رئيس عيلي ومنتفعين لهيك هو رئيس مؤقت وبدأ اقول بعد اي شي اصعب من هيك وهون العطب الاكبر كمان على العيلي وكمان على المنتفعين لانه هن بيعرفوا حق المعرفي ويمكن اكثر بالكل انه حتى لو انتخب بيجي بعد مرة رح يكون رئيس مؤقت لانه كل البلد عارفي انه قضية الفساد رح تخلص مع كتاب يشوم وهذا الاشي الاخطر على البلد فكيف ممكن المغامرة على مستقبل الاسفية نعم اخ منيب خلينا نتركز اكثر في برنامج عمل منيب انت حكيت انك انت رح تحكي رح تحكي عن برنامجك ما هي برامج منيب سابل قريبي او برنامج عمل منيب سابل قريب انت مثل ما بتعرف سليم انا في البرنامج الثاني او الثالث عندك حكيت عن برنامج عمل نعم اما في هاي الفترة انا وطواقم الانقاذ نسميها عم نشتغل على برنامج لكل المجالات يعني اذا بناخذ التخطيط والبناء وناخذ التربية والتعليم وناخذ الرياضة والرفاة الاجتماعي والشباب والامن والامان وغيرها اما اليوم بدي احكي عن كل موضوع باختصار وانا بقولكم سر النجاح هو عدم تسيس المواضيع ممنوع انسيس المواضيع اخ سليم ممنوع اذا بناخذ التخطيط والبناء يعني لو الرئيس اشتغل وقدم خرايط وكان عنده طواقم عمل مهنية ولو قدم خرايط مفصلي واشتغل على موضوع التخطيط بدون تسيسه ما كانش هيك وضعنا اليوم كنا بنقدر نستغل الوضع الموجود لاشورية تخنيات مفرطوت وكنا بنقدر نوصل البيوت للكهربا على اساس الخرايط اللي كانت لازم تتقدم من قبل وبدون ما نضلل الناس مثل ما بصير اليوم في اسفيا ونسبب لحالنا انجازات غيرنا في موضوع الحق حشمال ننسب تعصير الغير لانفسنا انت عم تقصد الشيخ موفق والحاليم احنا منواجه لنتحية لكل واحد بيبادل في اشياء اللي بيحة للطائفة والبلد اذا بناخد التربية والتعليم شوف للأسف الشديد احنا في الـ 2024 في اسفيا اولادنا بتعلموا في باركسات مدرسة نقول بدرسة الاشتاق الابتدائي كان لازم تتبادل 18 صف انبنت 12 صف بلا ملعب بلا اشياء حتى الملاجئ بتكفيش اذا بنحكي عن الروضات بحق لكل روضة في الشهر ما يقال بالألفين شكل يعني اذا بتاخدها للسنة 24 ألف شكل بيعطوهم في السنة 5-6 تلف شكل كيلو عملينها يمتغى طب وين بنروحوا في المصاري ليش الاهل بيدفعوا ممكن الاهل يتبرعوا ببالغ بسيطي بسيطي بس الاشي صار لا يطاق الاهل اليوم هي عبتمامين الروضات في اسفيا والمجلس ولا على باله هذا غير عن التعليم اللامنهجي اللي لا في حقيم ولا أطر تعليمية وترفيهية ولا متناس ولا اشي شبابنا بحاجة لهذه المراكز الثقافية والحقيم وهذا له تأثير مباشر على موضوع البشعاه وبعد شغلي في موضوع التربية والتعليم هل أقيم ضمن المنهج التعليمي مجامات سايبر في اسفيا في حد أفكر في مجامات سعيد اللي تحضر الشباب لشهادات تساعدها على الشغل في الهاي تيك في المستقبل بعشدة خرفتك من فترة زالني صديق مقرب إلي من عزمان الجيش واللي هو منكال سايبر إسرائيل وتم الاتفاق معه أنه من رخضة وصولي لأس المجلس رح يعطي صفوف لتعليم السايبر أحسابه كل يال كل شيء كل يال موريم والإضافة إلى مسلول مستينين في التخون شو بد نحسن من هيك؟ نعم إذا من ناخذ موضوع الرياضة لأنه حكى عنه في آخر اللقاء أنه بدعم الرياضة وما بدعم الرياضة من يومين بعث عامل من المجلس لعندي الأخ على أبو فالس اللي بده جهله تحية ويطلب منه مصاري على الكفاة اللي تمرنوا فيها لولاد لما كان فيش زروع هذا اسمه دعم رياضة وين بيروحوا في المصاري اللي بيأخذوها؟ الشباب عبت يتأمين ولاد عبت أمين في الملعب وبيأخذوا منهم عكل ولاد عشرين خمس وعشرين عن مشاكل طب وين بيروحوا في المصاري هاي؟ هاي عدا عن الألموت الكرتين وكرة السلي وكرة الطائرة هاي المتكنين أمورها لشريط الناس بعد المدسي ثاني إشاي ثاني إشاي عم نشتغل على بناء هيكلية المجلس المحلي يعني من راسه لكابه لا يعقل سليم لا يعقل إنه فيها بعد أن في عسفيا مصروت بيشتغلها من برا يعني خذ مثلا يعودس بشبتي خذ القصبار خذ البلوكتر من هيلة الربوط ومن المهندس مع كل احترام منهم كلهم من خارج البلد عسفيا مش نقصها خدمات خامات عسف وكوادر وعقول اللي بيبني عسفيا بس أهل عسفيا واللي بيدير عسفيا لازم بس أهالي عسفيا فقط وهيك أنت بتفتح المجال قدام شباب عسفيا اللي يقدروا يديروا عسفيا نعم تبرع البلد من خلال مناصب موجودة في البلد نفسها بالضبط مصبوط إذا مناخل موضوع الغرباء الرئيس حكى قال إنه بيحكي عن إبطال الخمشين وخمشين في متحام أربع شلوش طيب ما كنا منعرف وحكينا عنها كمان في القبيل نعم إنه الفضل الكبير في هاي الشغلي للأخ أبو إحمد شكيب العلو والأهضاء اللي كانوا موجدين ما كانوش يقبلوا وما وفقوش لا على خمسين وخمسين ولا على خمس وسبين وخمس وعشرين إلا مية في المية من أهل الباد وهيك لازم يكون نعم أخي أبو المجد موضوع الغرباء موضوع كبير وبدناش نتوسع فيه زياد بدي أطلب منك نخليه مصبوط هو موضوع بده حلقة لحاله بده حلقة لحاله لأنه لأنه أنا شايفك أنا شايفك حابب تحكي عن كل شيء ولكن اسمح لي شوي شايفك حابب تحكي عن كل شيء ولكن وقتنا ضيق بدناش نسبح في جميع المواضيع ومنخليش لحالنا مجال نسأل عن عن الموضوع نفسه لأنه في موضوع الغرباء تحديدا فيه أسئلة واجب أنها تنسأل وبده أسمع منك عليها جوابات ماشي بس أنتقولك عشانك بدي أطلب منك نأجل موضوع الغرباء لوقت ثاني أو لحلقة ثانية ماشي أخي سليم يعني أنا بوافق أما موضوع الغرباء هم موضوع مصيري في عزفيا نحن لازم نأخذ هذا في عيني الاعتبار وأنا رح نعمل حلقة حلقة خاصة لموضوع الغرباء طيب أخي مونيب خليني أسألك بهم مش الرئيس السيد بهيج منصور يتحدث دائما عن موازنة ميزانية المجلس المحلي ومقارنة يعني تحديدا مقارنة في ميزانية 2018 منحكي على أنه الفارق شاسع بين شو كان وشو موجود اليوم وأنه اليوم الميزانية موازنة ووضعها لم يسبق له مثيل في عزفيا ميزانية موازنة شو أخ سليم ليش ولا مرة شوفنا أرقام دائما بنسمع كلام غير موثوق بكفي استخفاف في عقول الناس قضية الميزانية والموازنة والقرعون اللي كان اللي حكى عنه بعد موجوده وعمل يدفع ثمن هائسة هاي ثمن عزفيا اللي انباعت لخمسين سنين على يد بهيش منصور دخوله على التأجيد أعطى قسم من الدين اللي هو خمسين مليون والباقي هالفقات وما عارفش كان في معناك خمسين مليون والخمسين مليون البقايا كانوا ملبط مظبط طيب وشو عملنا غيري هيك وين المنوف الكلكلي وين المنوف التعسكتي وين البروكتي ما استغلش فوت التأجيد لمصدحنا شو القصد في مصدحنا يعني استغلال التأجيد لمصدحنا طيب من التأجيد gepصار حقيقة واقعة قائمة ويمكن فيه له حسنات كمان ولكن شو بتقصد انت لانتقول مصدحنا انا باقولك شو بقول مصدحنا مصدحنا يعني اليوم قبل مخر visionary كان بقدر يوسع التخنيات متقر كان بقدر يأخذ كابلال قصدك في المعاهدي بالزبط المعاهدي هو بيقول المعاهدي لا بيسمع لها مثيل و احسن منها ما فيش و دقما صغيري وعد انه في وقت خصير التأجيد وعد في وقت خصير انه انه يكون حبير كل الناس للمجاري طب اليوم صلوا خمس سنين ما شوفناك ترحناتش ايفا وحدي في الشتوية الاخرانية في ناس في بيوت غير الخط كمان طب لو لو الله سطر ولو انت من انظرنا هيك ثاني اشي انا بنحكي على انه استغل طب اليوم كنت بتقدر تاخذ كابلان من اسف يا تعمله اخشرة للتأجيد ويشتغل يشتغل فيه مع التأجيد ليش لازم نجيب ابن طرعان وابن الناصر وابن طمرة ثاني شي لا في بيكوريت ولا مراقبي ولا حارس ولا بواب اخي مونيب بفكر وقتنا عم بدهمنا واستوفينا وقت البرنامج اخي سليم اذا انت استوفيت انا مستوفيتش في كثير بعض مواضيع لازم نحكيها ونطرحها لجمهور ما حكيناش مثلا عن السياحة ما حكيناش عن الغربة اللي بلشنا فيها ما حكيناش عن التعينات المسيسي وفي كثير مواضيع لازم نحكي عنها اخي مونيب احنا في وقت السرعة 2024 على اساس كمان ونحكيها بصراحة احنا في تلفزيون البسمة منحبش برنامجنا او برنامج الحكي بناتنا يقلط وقت محدد كمان المشاهد في وراء اعماله اليوم الناس عم تحضر البرامج على تلفون اليوم الناس مش عم تتهيأ قدامها البيئة اللي بتناسب يحضر الواحد برنامج زي ما كنا نعمل في السابق 40 دقيقة او ساعة او اشي عنا ازاي فعسان هيك احنا ماخدين على حالنا في انه برنامج الحكي بناتنا ما يتخطاش للعشرين دقيقة فرح اطلب منك انه اذا في بعض شغلات نحكيها نحكيها في حلقات جاي نعمل احنا وياك كمان مرة لقاءات اللي نتحدث فيها بطريقة اوسع عن امور معينة ولكن لهاي الحلقة خصيصا وقتنا انتهى فرح اطلب منك كلمة اخيري توجهها انتي للناخب العسفاوي لمرشحين انتي بتشوف المناسب تسلم بخي سليم انا بتوجه وشي الاهل البلدية وبقول لهم اليوم احنا موجودين في مفترق طرق ويجب علينا ان نقرر ما هو الافضل لعسفيا وعدم المغامرة على مستقبلها لانها تدار على يد ادارة فاشلة وفاسلة للأسف 80 اخوز من سكان عسفيا هني اجيال لحد 60 سني هاي المجموعة قررت انها بدها تغيير هاي المجموعة قررت انه بدها حلول جدري مش حلول وسط او دون وسط هاي المجموعة مبنية من مشايخ من شباب من شبات رجال ولساء قررت تغيير وبدها رئيس مع قدرات وقرارات بوعدكم اكون قد هاي الحملة بمشاركة الاهالي في اتخاذ القرارات المصرية اخ سليم عسفيا بحاجي لبداي جديدي عسفيا بحاجي لبداي انظيفي وشكرا الف شكر اليك ابو المجد ميت اهلا وسهلا فيك ضيف غالي وعزيز علينا في تلفزيون البسمة مشاهدين يا عزاء وصلنا لنهاية لقاءنا لليوم مع ابو المجد مونيب سابا رح يكون لنا كمان لقاءات اخرى مع مونيب وراح يكون لنا لقاءات اخرى مع مرشحين اخرين كمان ان شاء الله برجع وبعيد وبكرر تلفزيون البسمة هو منبر حر مفتوح امام الجميع دون تفرقة وتمييز ودون استثناء وهذه دعوة للمرة المليون لجميع الفاعلين السياسيين الاشتراك مع تلفزيون البسمة في البرامج وبرنامج الحكي بناتنا تحديدا رح في هذا الشهر القريب انفجئكوا في برامج جديدي منوعة زي مع هدت تلفزيون البسمة في السابق منتمنى لكم مشاهدة ممتعة وان شاء الله رح يكون كل الوقت على حسن ظنكو واللي عالبسمة بس عالبسمة تسبوع الخير تسبوع الخير اخ مونيب تسبوع الخير شكرا لك اخ سليد يعطيك الفعافي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة